بسم الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وسحبه أجمعين متتبعي الأعزاء مرحبا بكم معي من جديد اليوم إن شاء الله سنتقسم معكم أربع أنواع الغريبة كل غريبة تنسي في الغراء غريبة لسهل سريع التحضير واقتصاديين وهذا هو المهم في الغلاء المعيشة اللي نعيشها فليكم لاختيار عزل واختاروا كيفما بغيتوا أهم حاجة غريبات ديال تحميل تلوجه وشي حاجة طب وشهو منهم بالنسبة للأخوات اللي غادي دخلوا يقولوا لي كتحتافلي بعيد الموليد النبوي أنا ما كانحتفلش بعيد الموليد النبوي كانحتفل بجوج أعياد فقط عيد الأضحى وعيد الفتر حتى أعياد الميلاد أو رأس سنة ما كانحتفل بلدة شي حاجة وما كانعترفش بهذا شي لهذا خليوا تعليقاتكم عندكم حيتاش الفيديو السابق جاوني بزاف ديال تعليقات ومسحتهم هذا مجرد عنوان البنات كانت تعملوه في هاد الفترة هادي ديال ذكرى الموليد النبوي الشريف لا قلة ولا أكتر خليكم معايا باش نشوفوا المقادير والطريقة إن شاء الله ما تنسوني شمال لايكاتكم وتعليقاتكم غريبة البهلة ولكن هاد المرة بدون كوكاو بدون لوز وبدون زلجلان وكذلك بدون زبدة بمكونات جد جد بسيطة وبمكوين اللي كيعطيها قرمشة واحد البنة أولدة اللي كتجي خطيرة فالبنات كنصحكم ما تعكزوش عليها غير جربوها ما غاديش تندمو عنيها وغادي تعجبكم بزاف بزاف بقاوا معايا لآخر الفيديو باش نتعرفو على جميع أسرار هاد الحلوه هادي لعجبكم الفيديو ما تنسونيش من لايك تعليق والبرتاج ويالله نشوفوا المقادير بسم الله أول حاجة عندي كأس إلا ربع من السكر سنده أو السكر حبيبات كأس ونصف من الزيت نباتية كأس زائد نصف كأس من الزيت نباتية باكين بودر أو خميرة الحلويات من وزن 15 جرام الأخوات اللي في المغريب بيستعملوا جوج أكياس من خميرة الحلويات وهنا عندي الكوك أو جوز الهند يستحزن تكون نوعية رقيقة ويكون هاداك النوع اللي كيكون ميد رشة ملح لتصحيح الضوغ والدقيق عندي هنا خمسة ديال الكوكوس ولكن داخل الفيديو غا نعرفو بالضبط الكيمية مضبوطة شحل غا نستعملو في هذا الحلواء إن شاء الله رحمه 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 ندوزو الآن لطريقة بسم الله فحد الإناء وضع ترشيشة ديال الملح كأس إلا ربع من سكا سنده أو سكر حبيبات وهناك نضيف الكأس كامل أو كأس مملوء ديال الزيت زائد نصف كأس المجموع ديال الزيت هو كأس ونصف سافي أخوتي غا نخلط العناصر بالخلط اليدوي أو بالفوي وضروري ضروري لنجاح الوصفة ضروري ما نخلطو حتى يدوب لنا السكر مع هاداك الزيت كيف كتشوفو هنا راني كنستعمل البغاميكسر أو الخلاط الكهربائي اليدوي كيف ممكن تستعملو الكاس ديال الخلاط الكهربائي أو يعني المولينكس اللي كنتحنو فيها العاصر مهم الهدف من هات الشي أننا نطحنو الخاليط مزيان حتى نتحصلو على واحد الخاليط اللون دياله يامي اللي البيض وهذاك السكر يدوب لنا مع الزيت سافي أخوتي ضفت هنا يا الكأس اللول منطقيق هنا ما غاديش نصرع الفيديو والبنات باش تشوفو معايا الكيميا مضبوطة يديال دقيق بالكاس 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 هنعبر لكم تعمت نعبر بالكاس دقيق ماشي بالقرام حيث كانين أخوات عندهم أنواع مختلفة من الكووس هنا أختي استعملي أي نوع من الكاس عندك الكاس المغربي ديالشي ولكن يلتزمي به في جميع المقادير على هاد الشي تعمت نعبر لكم حتى الدقيق بالكاس كيف ماشتو وراني ضفت الكاس اللول وزدت الكاس تاني وخلطت بالخلاط اليدوي وهنا كنضيف نصف كأس من الكوك او الجوز الهند اللي كيعطي لها دغريبة واحد القرمشة واحد المضاق جد مميز خلطتو مع باقي العناصر وغادي نضيف كيس من خاميرات الحلويات من وزن 15 جرام اللي غادي نغرب له باش نتخلص من دوك تاك التولات او دوك الحبيبات اللي كيكونوا فيها ونخلط العناصر مع بعض العملية جد سهلة وما كتاخدش وقت البنات هذا الكاس الثالث هذا الكاس الثالث ديال الدقيق وحتى هو غادي نخلط غير بالمهل ومن بعد راني غادي نكمل العملية ديال الخلط باليدي ان شاء الله باش نتحكم في القوام اكتر بعد ما اجمعت العناصر شوية هذا الكاس الرابع كيف مماشتوني غادي نضيف غير بالتدريج غير بالتدريج باش ما نقصحش العجين ديالي اضفت نصف الكاس الرابع هذا نصف الكاس دياله فقط دا براني حطيت ثلاثة الكسان ونص ديال دقيق غادي نحاول نجمع الخالط وهذا غريبة هادي البنات منين كي تجمع لكم العجين خاصكم تدلكوه بالكافة ديالي كيف ممكن شوفوا معايا هنا واحد جوش حتى الثلاثة ديال دقائق تدوها وتجيبوها بين يديكم العملية سهلة جدا انا لقيت الخالط ما زال شوية خفيف فاضفت واحد الكيمية قليلة من دقيق غادي نخلطوه حتى هو ندخلوه في هاد العجين نديه ونجيبوه وندلق مزيان حتى نتحصل على هاد القوام هذا شوفوا معايا عجين أرطب وليين وطري ما تقصحوش البنات حيتاش الى قصحتو العجين ديالكم راه ما غاديش جيكم غريبة مشققة بالضبط الكيمية ديال الدقيق اللي دخلت لي هنا هي ثلاثة الكؤوس زائد كأس الى ربع يعني الكأس الرابع ما عمرش غير ناصحة البنات اللي يجازيكم باخير التازموه بنفس الكأس ما تغيروهش دقيق كنا عاود نأكد عليها دخلو لي ثلاثة الكؤوس زائد كأس الى ربع والعجين يبقى القوام ديالو الطري وارطب كيف ماشتوا معايا في الفيديو على الجنب عندي واحد طباسل فيه سكار غلاسي ويستحسن يكون سكار غلاسي سبيسيال او سكار غلاسي سبيسيال اللي عندها سكار غلاسي العادي بحالي انا اضيف ليه معلقة صغيرة ديال الناشا او مايسينا وواحد نص معلقة صغيرة ديال خميرة الحلويات تغربل هاد العناصير معا بعد وتتحطهم في طباسل وتفند فيهم الحلوه ديالها هنا كيف ماشتوا وراني كناخذ كويرات من العجين وكمية من العجين وكنحاول نعطيها شكل كوروي هكذا كنحاول نكورها بين يدي وكنحطها في طباسل ديالي بسكار سكيل باش ما نبقاش كل مرة كان وستخدك سكار سكيل بالعجين وكذلك العجين وستخده بسكار سكيل سافي اخواتي كيف مقوت لكم هنا شكلت واحد العدد ديال الكورات حطيتهم في سكار سكيل وكنحاول نفندهم من جميع الجوانيب يعني من الفوق ومن التحت ماشي غير وجه فقط كندوز هاد الكويرات في سكار سكيل وكنحاول يعني نلبسهم مزيان بسكار سكيل وكنستخدهم في طاوة على الجنب ومن بعد غدي نضغط عليهم شوية شوية شوفوا البنات هنا رهندر واحد الضغطة خفيفة على هاد الحبه هدي مجرد ما قطقسوا هها كبيتكم رهي داجا شوية تشقق قبل ما تدخلوها للفران سافي استمريت بنفس الشكل كنشكل كويرات ندوزهم في سكار سكيل وكنستخدهم في الطاوة اللي مفرشة بورق طبخ من الأحسن تكون مفرشة بورق طبخ حيث كتعرفوا غريبة مفندة كلها في الجلاسي والسكار سكيل فران راكي تكرمل من الأحسن استعنو بورق طبخ استفت هاد الوحادات ديالي ودروري ما نخلي بيناتهم واحد الفراغ او واحد المسافة حيتاش كتسيح شوية وتوسع باش ما تلسقش لنا مع بعضها بعدما شكلت هادوك الكورات كلهم وحثتهم في الطاوة ضغط عليهم شوية بالأصابع ديالي او لا فقط بالكف كتدير واحد ضغطة في الوسط وهذا كيساعد اكتر على التشقق ديالها وفي هاد الاثناء نكت كنشكل انا الحلوى ديالي كالفران مشعول قبل يعني ضروري ما يكون سخون مزيان دخلت الطاوة للفران مشعول على 180 درجة انا عندي النار من الفوق ومن التحت ممكن تشعلو فقط من الفوق يعني النار تكون فوق الوجه ديالغريبة حطيت الطاوة قريبة للجهة الفقانية يعني قريبة النار فوق الوجه ديالغريبة هي الطياب ديالها طياب البهلة راتها دي بهلا غادي تخليوها البناء تحت تتشقق كيف ماشتوا معايا في الفيديو وعاد غا تنزلوها التحت باش تتحمر من الشيهة التحتانية انا بالنسبة لي را قلت لكم كنتشي على الفوق والتحت في نفس الوقت غير الطاوة كانت قريبة للجهة الفقانية يعني النار كينا من الوجه ديالغريبة حتى تتشققت عاد هبطال تحت باش تتحمر بعد ما خرجت الطاوة هنتو مشتو شكيل ديالها وهنا يستفت الحليوة ديالي في طبيصل او لف طبق ديال التقديم وكيكون هذا هو الشكيل ديالها شوفوا البنات رغم الباساطة ديال المقادير يعني بهلا كاتجي ممتازة ومميزة بدون زلجلان بدون لوز بدون كوكاو وبدون زوبدة ولكن جد مميزة صراحة اقتصادية بسف وكنصحكم تجربوها شوفوا النتيجة هنتو ما كاتشوفوا بعينيكم كاتجي كلها مشققة ومفقعة والديدة بسف ما تشبعوش منها وفيها واحد القرمشة خطيرة بدك نص كاس ديال لكوك غنقسم معاكم وحيدة وتشوفوها من الداخل كيف كاتجي مهوية ومقرمشة يا سلام فكنتمنى اخواتي تجربو هاد الوصفة خصوصا انها اقتصادية والنتيجة جد مرضية شوفوا معايش حل هشيشو كاتدوب في اليد دوازتي اللي كيجي اكتر اكتر من رائع ديد بسف ما تشبعوش منه غريبة المسفيوية الغانية عن التعريف شي حاجة طب البنات رغم بساطة المقادير بسم الله بالنسبة للمقادير اللي غنحتاجوا لتحضير هاد الغريبة عندي هنا مياه وخمسة وعشرين جرام من الزبدة انا استعملت زبدة ديال البواطة بدرجة حرارة المطبخ جوج ديال البيضات خميرة الحلويات او باكين بودر 12 جرام كأس من سكر حبيبات او ساندة نوعية اللي رقيقة كأس من زيت نباتية وسيعة الكأس اللي بنات هي 150 جرام يعني 150 جرام ديال السكر وهنا عندي كأس ديال الكوك يكون نوعية جيدة يكون رقيق ويكون ديال الكوك اللي ميت دم رشة ملح وبالنسبة لتقيق انا وزنت هنا يا 600 جرام وفي وسط الفيديو ان شاء الله نشوفو شحل غادي نحتاجو واش كتر او اقل بقاو معايا ان شاء الله هادو هم المقادير ندوزو للطريقة ديال التحضير ان شاء الله تعالى بسم الله في واحد القصرية غادي نوضع الزبدة واللي كان اكد انها تكون بدرجة حرارة المطبخ باش تساعدنا في الخدمة وهاد الزبدة البنات كيف ما سبق وقلت رها الزبدة ديال البواطة ضفت عليها ارشيشة ديال الملح وغادي نضيف كأس من سكر سانيدة او سكر حبيبات وغادي نبدأ كنخلط العناصر مزيان مع بعض ضروري البنات ما ندخلو ديك السكر في الزبدة ونخدموه مزيان حتى نتحصلو على واحد الخليط اللي القوام ديالو كريمي بهات الشكل هادا كيف ما كتشوفو معايا في هاد الأثناء ضفت كأس من زيت نباتية وغادي نخلط العناصر بالنسبة للأخوات اللي غادي استعملو زبدة حيوانية يضيفو فقط طولة كأس من الزيت حتى لنصف كأس من الزيت مايفوتوهاش انا استعملت زبدة ديالبواطة فلذلك استعملت معها كأس من الزيت خلط العناصر جيدا ومن بعد ضفت جوج بيضات ويستحسن يكونوا حتى هما بدرجات حرارات المطبخ غادي نخلط هاد العناصر هادا كيف ما كتشوفو معايا العملية جد سهلة وما كتاخدش وقت وبالنسبة للأخوات اللي بغاو يديروها في العجانة فممكن غير أنا كنفضل صراحة الحلوات نديرهم باليد باش كنتحكم في القوام ديال العجين وكنتحكم في الكيمية ديال الدقيق اللي خاصني نضيف يعني بشكل كبير صفي اخواتي كيف ماشتو هنا يا را ضفت كأس ديال الكوك او جوز الهند اللي يكون ارقيق ويكون ميد دم يعني يكون نوعية زوينة ولستعملتو كوك ناشفة البنات راه غادي يجيب لكم الحلوة ديالكم ناشفة هنا عندي اضافة انتو ما ما ديروهاش كان عندي واحد جوج معالق ديال اللوز مطحون غيبقى لي من واحد الوصفة اخرى وضفتو هنا ما بغيتوش يبقى يضع انتو ما ما ديروش هاد هاد الوزة البنات فقط ديروه غير الكوك خلطت العناصر وبديت هنا باضافة الدقيق بالتدريج ومبعد زدت عليه الباكين بودر او خميرة الحلويات ما تكتروش الدقيق في اللولة البنات حيتاش يلقصح لكم الخالد هاد غريبة ديالكم هاد يجيكم قاسحة ومدقصة في الوسط خلطت العناصر جيدا ما كند لكش فقط كندخل دقيق مع باقي العناصر غيب رؤوس الاصابع فقط هاد هو القاوام اللي خاسني تحصل عليه عاجين اللي رطب وليين ومرخوف وفي نفس الوقت يعني ماشي مرخوف بزاف وماشي قاسح إلا كان قاسح غريبة ديالكم غاد يجي مدقصة وإلا كان مرخوف بزاف فبمجرد ما تدخلوا الطاوة ديالكم الفورن هذيك غريبة غدي تجيكم سائحة وغاد تهبط لكم في الطاوة ندوزوا الآن لتشكيل ديال الحلوة ديالنا أنا هنا وريدكم الميزان غير باش نوريكم القياس اللي كان دير المهم 27-28 جرام أغلب يدت 28 جرام تقدرو توصلو تلت 30 جرام ما تفوتوهاش المهم 28 جرام حجم جد مناسب وكي بقى لكم الاختيار انتوما في الحجم اللي بغيتو تديروه غيرو كان هاد الغريبات ديال زمان وهاد الحلوية التقليدية كتبغي تجي شوية يعني أعطي اللعين فالحجم ديال 28 جرام حتى الـ 30 جرام راه غايجي جد مناسب ما تفوتوهاش وما تنقصوش عليه كيف ما ممكن كيف ما كتشوفوني هنا يا استغنيت على الميزان وكنشكلها فقط باليد يعني صافي كما نقول عيني ميزاني يشد لها العبار ديالها كنشكل كويرات بهات الشكل هادا وكنحاول نبسطهم شوية ما بين الكف ديال يديا ما كنخليهاش هكذا كمكورة باش تشقق وباش يجي تل ما نضار فيها مزيون سافي وكنست فهم أخواتي بواحد طاوة اللي فرشتها بورق طبخ واللي ما عندهاش ورق طبخ تقدر تدهن طاوة ديرها فقط بالزيت وقليل من زيت وترش بشوية ديال دقيق سافي أخواتي هنا شكلت كل الوحدات وغادي ناخد واحد البيضة كاملة مع القليل من القهوة سريعة الدوابان نخلطهم بواحد شوكة غير شوية وغادي ندهن الغريبة ديالي غير هنا يا نصيحة البنات حاولوا الدهن الغريبة مزيان من جميع الجوانب باش بني ندخلوها الفران تاخد لكم ديك اللوين محمر ومذهب ويكون لون اللي هو موحد يعني حاولوا الشيتة ديالكم دوز واحدة من الجوانب باش هكا يجي شكيل ديال هزوين سافي أخواتي كيف ماشو بعد مذهنت الغريبة كاملة هنا يا كان حاول نتبتهم نتبت فوستهم حبات ديال لوز للتزين حيث هاد الغريبة في الأصل ديالها مدينة آسفي غريبة اللي هي مسفيوية ومعروفة بهاد الحبات ديال لوز اللي في الوسط كيف ما ممكن عواط ما تديرو جوز لهند تعوضوه باللوز يعني هاد غريبة عند الناس ديال آسفي معروفة إما باللوز إما بالكوك اللي هو جوز سافي أخواتي مستمر في التزين هكذا كان حط كل حبات ديال غريبة كان حط في قلبها حبة ديال لوز وكان ضغط شوية هكا وصافي حتى نكمل كل شي فهاد الآثناء كان عندي الفورن مشعور قبل على 180 دراجة غادي ندخل الطاوة ديالي للوسط وغادي نخليها حتى تشقق وتتحمر لي من الفوق ومن تحت ونرجع معاكم هنا لبنات كيف ما كتشوفو رايا بدتك تشقق وبدتك تاخدي ديالوين صفر من الفوق خليت الغريبة حتى طابتو تحمرات خليتلوين دهبي وخرجها كيف ما كتشوفو هنا را باقة سقونا فاشخرجها اغطيتها بواحد المنيدل غير واحد خمسة دقايق رجع عليها ديكساد ديالها وحيتو باش غادي نستفا ونجمعها شوفو معايير ابنات را كتشي محمرة كتشي ما داقة البنات من اروع والد ما يكون انا صراحة هاد غريبة ما كنستغناش عليها وكتبقى من 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 ألد واعاز الغريبات عندي ومن يعني من انواع ديالغريبة المفضلة عندي كتجي مقرمشة ومحمرة وفي نفس الوقت من داخله شيشة وفتية وكالدوب في الفم اما الماداق فرائع جدا رائع رائع جدا البنات يعني رغم بساطة المقادير الا ان ديك الماداق ديال الكوك كيجي فيها مميز وكيعطيها واحد تناغم في الماداق انا متأكدة متأكدة الى جربتها غدي تعجبكم بزاف بالنسبة لللوز ما تلتزموش به انا هادا كتلكم كان عندي غير زايد تبقى لي من واحد الوصفة وما بغيتوش يضع ووضفت دوك جوج معالق اللي ما بغيتش تدير اللوز عفوا الكوك تعوضو باللوز وهذا ما كان البنات الفران ما تجهدولوش بزاف ما تفوتوش 180 دراشا وغير تاخد اللوين دهبي حيدوها باش ما تنشفش معاكم وغادي نقسم لكم وحيدة تشوفوها من الداخل كاتجي مسمدة وهشيشة بسافة البنات انا هنا كنركز لكم على الماداق فكاتجي اكتر من رائعة وكتوجد بسرعة وبمقادير اللي مضبوطة بالنسبة للدقيق اخواتي في الول ديال الفيديو حبرت معاكم 600 جرام هات 600 جرام بقالي منها جوج معالق كبار جوج معالق كبار مقببين هدي هي الكيميا ديالدقيق اللي دخلتلي في هاد الغريبة هدي ولي بغت تضعف الكيميا فممكن اخواتي كنصحكم تجربوها لانها فعلا كتتتحق تجريبة اه شي حاجة سهلة مهلة وغزالة لديدة بسافة دوازاتي كيجي مضاق رائع البنات شيش مقرمش البنين كيدوب في الفم وكيوجد في اخر لحظة والبنة ما تشبعوش منو البنات تقوم معايا نشوفو المقادير والطريقة بإذن الله تعالى بسم الله بالنسبة للمقادير اللي غادي نحتاجو في هاد دوازاتي عندي نصف كاس نصف كاس من سكر سقيل او سكر غلاسي نصف كاس ديال لوز مطحون خضر نصف كاس من زرجلان او سيمسيم مطحون كذلك خضر او نصف كاس من الكوك انا استعملت هاد الكوك اللي كيكون رقيق بزاف محمر ضروري تحمروها البنات كي يعطي واحد البنة مزيونة في هاد دوازاتي عندي كذلك رشة ملح كيس من سكر فانيلا من فئة 8 جرام ثلاثة المعالغ كبار من ماء الظهر وخميرة الحلويات او باكين بودر من فئة 6 جرام وعندي 125 جرام من الزبدة انا استعملت زبدة حيوانية بدرجة حرارة المطبخ وكذلك عندي دقيق وفي وسط الفيديو اغت تعرفوا معي الكيمية مضبوطة شحال دخلية في هاد الدوازاتي ان شاء الله هادو هما المقادير البنات ندوز الان لطريقة تحضير بسم الله بفواحد القصرية اوضعت زبدة وكنكرر انها ضروري ما تكون بدرجة حرارة المطبخ سكار بانيلا وسكار غلاسي ورشيشة الملح بالنسبة السكار سقيل او سكار غلاسي البنات اللي بغد توصل حتى الكاس اللاروب فماشي مشكل غادي نخلط هاد العناصر جيدا مع بعض حتى يدوب لديك السكار مع الزبدة وتطلق لي الزبدة مزيان ونحصل على واحد القوام كريمي وهاد الدوازاتي البنات بدون زيت ولا بيت وكيجي رائع مميز البنات مميز جدا في المعضاق دياله صافي بعد اما خلط العناصر ديالي مزيان وتحصلت على هاد القوام الكريمي ضفت هنا الزلجلان وكيجي رائع مميز جدا في المعضاق دياله هذا اللوز خضر البنات فقط تمسحوه وتحنوه تهو بودرة ما تخليوهش مفرشش او كونكاسي ضروري ما يتحن بودرة كيف ماشتو معايا في الفيديو غا نخلطوه حتى هو مع باقي العناصر ونضيف الكوك او جوز الهند محمص او محمر بالنسبة للاخوات اللي غادي يستعملوا الكوك اللي كيكون غلاد فضروري ما يتحنوه انا استعملت هاد النوعية دي كتكون رقيقة بزاف البنات بزاف سافي غادي نخلط العناصر مزيان مع بعض حتى تمتازج ليه وغادي نضيف ثلاثة المعالق ديال ماء الزهر هنا اخواتي ممكن اللي ما كتبغيش ماء الزهر ممكن تتغنى عليه وكذلك ممكن اضافة واحد راس معلقة ديال القرفة حتى هي كتعطي واحد المذاق غزال وكيتوتا مع هاد المكسارات سافي خلط العناصر مع بعض وغادي نبدا باضافة الدقيق هاد الحلوه اللي بنات ما كتبغيش الدقيق بزايد فحاداري تكترو دقيق لانها غا تبقى تفرتت ليكم فاشتبغيوا تشكلوها كيف ماشتوا معايا اخويت واحد الكيمية بسيطة من دقيق ومن بعد ضفت خميرة الحلويات استغرام وكنستمر هكايا كنجمع الخليط ديالي وانا عيني ميزاني حتى نتحصل على القوام المطلوب في العجين ما تكتروش غير شوية بشوية اللي ما تقدرش تحكمت ولو تبقى تضيف غير بالمعلقة هذا هو القاوم البنات اللي خاصني ننتحصل عليه عاجين ارتب ومرخوف ما كي تسقش في اليدين ولكن ارتب ومرخوف شوفوا معايا كنحاول يعني نوصل لكم الصورة اكتر من خلال الفيديو ما بغيتش نزرب هاد اللقطة هادي باش تشوفوا معايا مزيان شوفوا هناك نحاول نشكل كويرة يعني راها كتشكلي بكل سهولة وفي نفس الوقت ماشي ناشفة والعاجين عندي طريق بالنسبة للكمية دقيقة البنات بالضبط دخلات لي 300 جرام بالضبط انا دخلات لي 300 جرام غطيت العجين بواحد البلاستيك باش ما ينشفليش كيف مكتعرفوا العجين اللي كي يكون فيه الكوكولة راها كينشف دغيا غطيته ببلاستيك خديت طاوة فرشتها بورق الطبخ وبديت كنشكل كورات بهات الشكل هذا بالنسبة للكورات البنات غاديتديرو اما بين 25 جرام حتى 28 جرام انا صراحة عادرت عيني ميزاني يعني متعودة عليها ما عنديش مشكل وكيف كتعرفوا الحلويات التقليدية ديال الزمان كتبغي خصوصا هادي اللي كتجي يعني بحل شكل غريبة كتبغي تجي كبابرة شوية وعاطي العين اذا ما تصغروها شالبنات كتر من الشهد باش تجي كوم الحلوة ديال كوم زيونة وفي نفس الوقت على حسب المرشم اللي غادي تستعملوه واش كبير او لا صغير انا استعملت مرشم صغير ولكن القياس هو هداك صافي اخواتي استمريت هكذا شكلت العجين ديالي عفوا كله كبيرات وهدي هي الكيمية اللي اعطاتني استفتاها هكا فطاوة ما بين كل حلوة وحلوخلي الضروري واحد الفراغ باش ما تلتسقليش في الفران وهنا اخديت هاد المرشم هادا ديال النحاس كنوضعوه في التقيق مزيان وهذا كنضغط على الحلوة ديالي بالنسبة لكم اخواتي ما تلتزموش بهاد المرشم اي مرشم عندكم متوفرين عليه استعملوه انا عندي هادا استعملته غير كنفضل يكون هاد الشكل ديال النحاس او لاد الاليمينيوم على انه يكون ديال البلاستيك حيث هادو ديال النحاس البنات كيكونو حادين وحتف تنظيف ديالهم ما كي تسدوش وكيبقوا معانا مدة طويلة صافي كيف كتشوفو اخواتي هنا يا كنوضع المرشم ديالي في الدقيق وكنضغط على الحبا ديال الحلوة وكنضغط مزيان باش دوك الفلحات يبقوا باينين غير هو ضروري ما بين كل حبا وحبا ديال الحلوة غادي توضعو المرشم ديالكم في الدقيق غادي نستمر بهات الشكلة البنات حتى نكمل الكيميا كاملا اللي عندي ونرجع معاكم ان شاء الله بالنسبة الزين اخواتي انا غادي نستعمل اللوز اللوز خضر ممكن تعوضوه بكاوكاو بالحبات ديال كاوكاو او الفول السوداني اللي بغيتون توما عندي كذلك باياد البيض كان ذهن الحبات ديال اللوز غير من الجهة اللي غالثقها على الحلوة باياد البيض وكالثقها هكا في الوسط كانت بتها في الوسط ديال الحلوة ديالي وفي هاد الادماء الفران مشعول على مية وتمانين درجة كيف شتو اخواتي هنا يا دخلت الطاوة ديالي للفران مية وتمانين درجة نار مشعله من الفوق ومن التحت حطيت الطاوة ديالي اه في الوسط يعني قريبة الجهة التحتانية اكتر من الجهة الفوقانية غنخلي اللوين ديالها حتي تدهب من التحت كيف ماشتو هنا وتشمعات يعني شتات رأسها عاد غنهزها نطلع هالفوق باش تاخد ديك اللوين دهبي فاتح من الوجه ديالها ونرجع معاكم اخواتي هنا طاوة ديالي بعد مما خرجتها من الفران هاده هو اللوين اللي خاص الحلوة ديالي تاخدها ما تفوتوش مية وسبعين مية وثمانين درجة اللي عندها الفران مجهد بساف دير غير مية وسبعين وتخليها الطيب على خاطر خاطرها يعني ما تفوتوش فيها الطياب وهدي هي الطحمارة ديالها كتر من هادشي الا البنات الوين دهبي فاتح خليت الحلوة ديالي بردات في الطاوة ودرت سكار ثقيل او سكار غلاسي في واحد صفاية وكنحاول نرش واحد رشيشة خفيفة قتعطيها واحد الجمالية زوينة اللي ما بغتش تدير هاد الخطوة بلاش تخليها عادية كذلك قتجي زوينة هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوة ديالي بعد مما وضعتها في صحن التقديم حلوة اللي بمقادير بسيطة وبطريقة مبسطة كذلك وما كتاخدش منها وقت اللي كتوجد بسرعة كتجي راقية لا في شكيل ديالها ولا المدق ديالها كيش رائع وشي حاجة روعة لبنات ما تشبعوش منها مقرمشة وفي نفس الوقت هشيشة ومرملة وكتدوب في الفن صراحة بغيتكم تجربوها البنات تجربوها وخليولي رأيكم في التعليقات حلوة سهلة مهلة وبسرعة ولكن في نفس الوقت رائعة ومميزة شوفوا معي هنا يا كتجي هشيشة بسف 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 غريبة البهلة غريبة المعروفة بالسهل الممتنع قد ما هي سهلة قد ما هي صعبة ولكن الى تبعتوا المقادير وطريقة التحضير غادي تنجح معاكم وتعطيكم نتيجة جد مرضية ان شاء الله قدمتها لكم بطريقة جد مبسطة وسهلة وبدون استعمال طاوة ديال اه غريبة البهلة اذا معليكم غير تلتزموا بالمقادير وطريقة التحضير وكذلك طريقة الطهي الصحيحة وغد تحصل على نتيجة رائعة ما تنسونيش من لايكاتكم تعليقاتكم ونبدأوا ان شاء الله بسم الله بالنسبة للمقادير اللي غدي نحتاجه لتحضير هاد الغريبة الرائعة عندي هنا يا ميتين وخمسين جرام ديال زبدة حيوانية اللي غليتها مزيان درتها فوق النار خليتها حتى تغلي وفقدات هادك الماء اللي فيها وخليتها على جنب تبرد عندي كذلك جوج كؤوس ديال زيت نباتية بالنسبة الاخوات اللي كيسولوني دائما على السيعة ديال كأس هي مية وخمسين جرام كذلك عندي كيلو من دقيق الابياد او الفورس الملح لتصحيح الضوق كأس من سلجلان او سيمسيم اللي صهدته شوية في الفران تقدروا تديروه غيف مقيلة فوق البوطات ديوه وتجيبوه مشي تحمروه فقط تصهدوه ودوزه في الهاشوار غير يتهرمش فقط يعني بحل غي تقسم غي على جوش عندي كذلك كاس ديال لوس اللي صهدته حتى هو بالقشرة دياله فقط تمسحتوه صهدته ودوزته في الهاشوار هكا كيف ما كتشوفو راه في قطع باينة باش كتعطينا ديك الغريبة ديالنا كتكون خوكون يعني ما تطحنوش هاد العناصير فقط تهرمشوه مغلاد عندي جوج كؤوس من سكر سنيدة او سكر حبيبات النوعية الرقيقة جدا ملعقة صغيرة من القرفة او الدارسين اللي مطحونة ومغربلة وهنا عندي خميرة الحلويات او باكين بودر 24 جرام وعندي كذلك جوج اكياس ديال الفلان بنكهة الكراميل اللي عندها الفلان الحجم الكبير اللي كيكون فيه السكر فممكن كذلك تستعملوا أنا استعملت هنا يا بنكهة ديال الكراميل ديال الكراميل كتعطي ما داك زوين ندوزوا الان الطريقة ديال التحضير اول حاجة ولي هي ضرورية واساسية نغرب له هاد الدقيق ديالنا وكذلك الباكين بودر او خميرة الحلويات غادي نضيف كذلك جوج اكياس من الفلان بنكهة الكراميل كيف ما كتشوفوا معايا هنا ومن بعد غادي نضيف القرفة اللي تكون مطحونة جيدا ومغربلة كتعطي ما داك رائع لهاد البهلة اللوز سكر ساندة او سكر حبيبات وكذلك الزلجلان بالنسبة للزلجلان واللوز اخواتي ما تحمروهمش فقط صهدوهم وهرمشوهم اخر حاجة اضفت الملح يعني لتصحيح الضوغ وغادي نحاول نخلط هاد العناصر او هاد النواشف مع بعض ضروري من هاد الخطوة ما نخلطوهم زيان زيان ما بيلي دين كيف ما كتشوفوا معايا هنا حتى تنساجم جميع العناصر سافي اخواتي بعد ما غا نخلط هاد النواشف هنا غادي نضيف ديك ميتين وخمسين جرام ديال الزبدة واللي كان اكد كان اكد وبشيطة انه ما يكونش فيها الماء يعني فاش تسخنوها خليوها تفقدها تغليم زيان حتى تفقد هادك الماء اللي فيها ويبدأ تبلكم غير الزبدة يعني المادة الدهنية فقط خليتها حتى بردات وهنا ضفتها على خاليط النواشف وغادي نبدأ كنفرك ما بين يدية او ما بين يعني الكف دياللي يدين باش ندخل هادك الزبدة في الدقيق ديالي كله يتلبس لي هادك الزبدة العملية سهلة كيف ما كتشوفوا البنات وما كتاخدش مننا شي وقت طويل صافي غادي نستمر هكدا ومن بعد غادي نضيف اول كأس ديال الزيت ما تضيفوش الزيت دفعة واحدة يعني يجوش كيسان ضيفو كأس واحد فقط وبنفس الطريقة غادي توليوك تفرقوا هاد الخاليط غي ما بين يديكم حتي تلبس الخاليط كله ويتشرب هادك الزيت صافي بهات الشكل هادا أنا لبنات عندي هنا يلقصعة صغيرة ما لقيتش راحتي باش نخدم غادي نكمل من بعد في العجانة اللي عندها يعني قصعة كبيرة وما اول ما شي ضروري تحتاج قاعة حتى العجانة غير فقط تخصها تفرق و تدلك مزيان هاد الخاليط كيف كاتشوفوا معايا هنا اخواتي اخويت هاداك الخاليط ديالي في العجانة وختمتها نخليه تدلك شوية حي تعارفين يعني العجانة عفوا ماشي بحليد كل ما دلكتنا الخاليط كي يطلق هاداك الزيت ديالو شوفو هنا ره بدت شوية بحليك تجمع هنا لبنات عادة غادي نبدأ باضافة الكاس التاني ولكن ماشي كون كونه فقط بالتدريج زيت كنأكد وكنكرر فقط بالتدريج ضفت واحد الكيمياء وغادي نشغل العجانة ونخليها تدلك مزيان مزيان حتى نتحصل على واحد القهوة من اللي يرتب كيف ما غاتشوفو هنا وفي نفس الوقت شاد دراسو يعني العجين ما كيتفرتتش البنات يلد كترتو دقيق راه الغريبة ديالي لكم فاشا غا تبغيوا تشكلوها ما غاديش تجمع ليكم وغادي تبقى كالتفرتت هانتو ما شوفو معاي القهوة ما شاء الله راه ارتب وكيتشكل معانا بكل سهولة هانتو ما كنحاوا نقرب لكم الصورة شوفو العجين راه تري وارتب هدا هو القهوة اللي خاصنا نتحصلو عليه راهي لا فوتو فيها دقيق كونو على يقين ما غاديش تجمع ليكم وغا تبقى انتو ما كتقورو ودوك الفرتت كيخرجو ما بين يديكم هنا ان شاء الله غادي ندوز معاكم انشكل هاد غريبة وغا نعطيكم كذلك لاستوس اللي غادي تجيبهم شقة بدون استعمال طاوى الخاصة بتحضير غريبة لبهلة خديت طاوى أخواتي فرشتها بورق طبخ وبديت كنشكل كويرات بالنسبة لي انا درت 26 جرام 26 جرام يعني يعطتني حجم جد مناسب تقدرو توصلو حتى 28 جرام راه مناسب غير ما تديرو هاش صغيرة لبنات كيف كتعرفو هاد غريبة هدي عندها طابع خاص في المغرب ومن بين الحلويات المغربية اللي كتبغي تجي الحجم ديلها متوسط وكتبغي تجي عاطية لعين سافي كانشكل هادوك الكويرات وكان نضغط عليهم كيف ما كتلاحظو شوية وكانستفون في الطاوى ديالي مع مراعات ديك المسافة ما بين كله غريبة وغريبة حيتا شميل غادي تدخل الفران غايد زاد الحجم ديلها وبالتالي غادي تلسق لكم لاستيوس البنات باش تجيكم غريبة مشاقة هي هادي بعد ما ستفت غريبة ديالي كلها في الطاوى ارجعت كان قلبها كيف ما كتشوفوا معايا يعني ديك الوجه اللي كان الفوق هو اللي ولا التحت نتمنى العملية تكون واضحة هاد لاستيوس كانت تعطاتولي واحد شاف الله يجزيها بخير وشكرا لها من هاد المبنبر صراحة استيوس اللي واعر بساف الغريبة البهلا انا ما كانت توفرش على الطاوى ديالها فبهالطريقة هادي دائما هاد غريبة كتكون ناجحة معايا قلبتهم كلهما البناز ودخلت الطاوى للفرن اللي كان دايجا مسخن قبل على 180 درجة يعني مسخن مزيان وغن دخل الطاوى وغنقرب هالجيها الفوقانية غنخليها يعني طيب على خاطرها 180 درجة النار من الفوق ومن التحت نتمنى عليها حتى يتشقق الوجه كيف ما غاتشوفوا معايا شوفو هنا البنات غريبة ما شاء الله الوجه ديالها بده كيتشقق وبده كيتفقع ماشي غير يتشققها قوي تزربو عليها تهبطوها التحت تسنو عليها حتى تخذ ديك اللويين دهبي وتشد فراسها من بعد هزيت الطاوى ديالي هبطتها لجيها التحتانية باش خدات ديك اللويين دهبي حتى من جيها التحتانية طاوى بعد ما خرجتها من الفرن هذا هو شكيل ديال الغريبة شوفوا معايا البنات كتجي ما شاء الله يعني مشققها بدون استعمال الطاوى الخاصة بالبهلة فقط هذا كلاستيوس يعني منيك تشكل الكويرات ديالكم وتضغطو عليهم تتفون في الطاوى بعد ما كتسالي وكتولي وتقلبوهم كلهم وهذه هي النتيجة اللي قد تحصلوا عليها غريبة ناجحة ابنات بكل المقاييس ما ترددوش انكم تجربوها رائعة رائعة بسف ما تفوتوش فيها اخواتي الطياب الى فوتو فيها الطياب يعني غتتحمر لكم بسف وهي الطياب ديال هكي بغي يجي ديك اللويين غير ذهبي وبالتالي غادي تجيكم حتى نشفة نتمنى قاع هاد نصائح اللي اعطيتكم يعني هي نصائح بسيطة ولكن مهمة في ناجح هاد الوصفة فقط لوين ذهبي وتخرجوها من الفون باش تحصلوا على هاد النتيجة الممتازة والرائعة جدا غادي نقسم معاكم وحيدة باش تشوفوها كيف كتجي من الداخل شوالبنات كتجي هشيشة وماشاء الله حتى ديك القوام كي جي باين فيها الداخل كتجي عامرة بديك القوام والديدة بسف كتدوب في الفم فما ترددوش انكم تجربوا الوصفة لانها فعلا غتعجبكم وان شاء الله غتكون ناجحة معاكم الى هنا اخواتي غادي نكونوا وصلنا لنهاية الفيديو نتمنى الوصفة تكون عجباتكم تجربوها ما تنسونيش ما اللايك الله يجازيكم بخير تعليقاتكم طيبة ومع السلامة في فيديو اخر